قال الله في القرآن عن المشركين إنما المشركون نجس ألا يثمن والعشرين من سورة التوبة المنافقون يكونون بذئين حين لا يراهم أي شخص ولكن عند وجودهم بين الناس فإنهم يظهرون أنفسهم للمسلمين كأنهم أنقياء وطهرون عندما يكونون وحدهم يظهرون سمات شريرة وخسيسة لا يتوضع المنافقون ولا يصلون عندما يختلون بأنفسهم أما إن كانوا بين الناس وعليهم أن يصلوا فإنهم يصلون دون أن يتوضعوا وبكل تأكيد يؤدون الصلاة بأسرع ما يمكن ثم ينصرفون من هناك وقد أشار الله إلى كسالهم في آيات القرآن إذ قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا الآية 142 من سورة النساء بعبارة أخرى يبغض المنافقون الصلاة ويقومون لأدائها مضطرين من أجل هذا فإن أكثر ما يسعدهم عندما يتركون المسلمين أنهم لا يضطرون إلى أداء الصلاة وفي طريقهم الخاص يجدون الراحة في ذلك لكنهم أيضا يجدون غصة شديدة فيها وتلك الغصة التي يعانون منها تكون هائلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر